السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأتحدث هل أن مرهن ستستعمل الخواتم أو أنها ستعيد ركوامي كما كان لذلك قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة عن أبي محمد عليه أفضل صلاته والسلام ولنبدأ نحن كما نعلم أن في الموسم الخامس جابريل قام بصهر الميراكلس وتحويلها إلى غبار ومن بعدها إدخالها في الألانيس ومن هذا الوقت بدأ جابريل يتحكم بالألانيس كي لا تضرها نحن كما نعلم أن مارينت كانت فقط تقوم بأخذ الميراكلس وطلع لقوامي لكن في الموسم الخامس انعكست الساعة وأصبح جابريل يأخذ خواتم ويطلع لقوامي ونحن نعلم أن كل هذا حصل بعدما فقد ميراكلس الأهنب لأنه في ذلك الوقت بعدما فقده تقريبا كان جابريل على وشل نيجون لكنه نجح صنع الألانيس وكان أول تجربة لسيد سرقوغي وكانت تجربة ناجحة لأنه نقل لقوامي من دون أن يضرره لكن ما سيكون رد المعالم سوهان إن كما نعلم أن المعالم سوهان من حلقة التطور قد ذهب لكي يخضر القوامي أو ميراكلس أخرى وإن لم يعود لكن هل تكون موجودة تقوم بنقل القوامي مثل أنها ستأخذ الألانيس ربما تقوم بنقلها لكن هذا سيتعبه حقا لكن نحن كما نعلم أن هناك كتاب للميراكلس أو يسمونه الجريموار وقد يكون هناك حل كي يعيد الميراكلس نحن كما نعلم أن القوامي لا تموت لكنها تنتقل إلى عالم الكوامي والشيء المرتبط بين عالم الكوامي وعالم البشر هي الميراكلس لكن في حالة جابريال صار هذا الشيء هو الألانيس وتقريبا هذا ما حصل في حلقة انفجار لقد اعتقدنا أن بلاك قد مات لكن هذا غير صحيح لقد انتقل إلى عالم الكوامي وفي النهاية ذو حسوق أصلح كل شيء وعاد بلاك ونحن نعلم أن الشخصية التي فقط تعرف أن الألانيس سنتقل نقله عبر الكوامي هي سيد السيروغوغي وناطالي وأيضا جابريال وهناك اتفاق بين سيد السيروغوغي وجابريال وهو اللي يصيب ابنتها كعقامي لكنه خلف بالاتفاق تقريبا ثلاث أو أربع مرات ولن نتكلم عن معلومة لم يلاحظها أحد لقد كان في صندوق المعلم فو هناك ميراكلس ولم تكن هناك كوامي لكن كان هناك عالم كوامي داخل صندوق الميراكلس لكن عندما تحول الميراكلس إلى مارينت أو الدعسوقة لم نعد نرى الميراكلس بل صار كوامي يعني أن العكس قد حصل لقد خرج الكوامي وداخل الميراكلس ورذيك الدعسوقة أعتقد أنها كانت تستعمل يولي كي تخرج الميراكلس لأن لم تكن هناك طريقة أخرى هذا يعني أن حق المعلم فو ميراكلس وداخله عالم الكوامي لكن حقه مارينيت كوامي وداخله الميراكوليس ونحن نعلم أن داخل كوامي هناك رقصة خاصة لكي تصدر سدع الميراكوليس أو الكوامي الذي هو بعيد عنك ولقد حاولوا أن يستدعوا نوره لكن في ذلك الواقع قابل قد منعهم وكان يحاول أن يتصيبهم فعرف أن هناك عالم كوامي وأعتقد إلى الآن الدعسوق لا تعلم أن هناك عالم كوامي لكن أعتقد أنها ستكشف هذا الأمر في الموسم السادس أو حتى الموسم التاسع أنا كما نعلم أن الكوامي قد قام بتلك الرقصة في صندوق الميراكوليس وقابل على وقافهم وأعتقد أنه قد حطرت له فكرة أن يعالج نفسه في الحلقة 19 لأنه قد بدأ أن يعالج نفسه بالكوامي لكنه لم يستطع ذلك لأنهم غير منكملين وهذا كان فيديو لليوم أتمنى أن الفيديو قد أعجبكم لا تنسى الاشتراك في القناة ومتابعة حسابي الانسجرام كان معكم أحمد من قناة الكارتالوس سلام احتاج إليكم فأنا أثق بكم لا أريد أن أخسركم بصراحة أنا من كل قلبي من قلبي أحبكم لا أستطيع العيش من دونكم سأفتقدكم